اعربت وزارة الخارجية عن ادانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة للاعتداءات الاسرائيلية على مخيم صيرات وسط قطاع غزة هذه الاعتداءات اسفرت عن استشهاد واصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين الابرياء اغلبهم اطفال ونساء باعتبارها انتهاكا صارخا للمواثيق الحقوقية والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الانساني والقيم والاعراف الانسانية كافة وجددت الوزارة دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي لاسيما اعضاء مجلس الامن الدولي الى ضرورة التدخل العاجل لضمان الوقف الفوري والدائم لاطلاق النار في قطاع غزة وفرض تطبيق القرارات الدولية ذات الصلاة بحماية المدنيين والاعيان المدنية وايصال المساعدات الانسانية والاغاثية بشكل كامل وامن ومستدام ودون عوائق وتغليب الحلول الدبلوماسية لانهاء الحرب المدمرة والمستمرة منذ اكثر من ثمانية اشهر واحياء مفاوضات السلام العادل والشامل بما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية